وكثير من تباصيل ماذا تقول للنائب اللي يشير رأسه ويحارب الفساد يحاولون يوقعونه عشرات المرات أنا حوربت كما لم يحارب نائب من قبل أصلا بانتخابات الجولة الثانية بالدورة الثانية هاي اللي هي أنا بيها الآن صرفت أموال إعدال كتل سياسية حتى بس يسقط يوسف الكلاب من فاسدين والناس كانت تتربيها يعني تروح تسأل بن عمانية يقول لك سين وصال أصلا جهاز أمني يرتبط بجهة معينة حزبية راحت وسوت لها مقر بالكوت وقامت الدير بس شون تسقط وصف الكلاب يعني قصدي رادوا يكتلونك تعرضت لمحاولة اقتيال ما تعرضت لمحاولة معلأسف حس الجزء متعرض وانا ما أدري والله بس انا بشكل مباشر ما تعرضت إذن عدنا من جديد إلى مصطلح الدولة البوليسية بالعراق لا ما كده لبوليسية وينك دولة بوليسية يعني انت بالقياسات اللي واحد يطلع يحارب الفساد نأبي شد حيل يريد هذا يسقطوا طبيعي يحاربوا ولذلك حتى جهاز أمني تابع إلى أحد الجهات حارب يوسف الكلاب وحارب يعني شون تكون الدولة البوليسية لا 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 الدولة البوليسية عندما تحكم بالحديد والنار يكون الهقاء دواحد يعني واحد يريد لا احنا عدنا هسا الآن في كردستان عدنا دولة بوليسية عندك بأربيل ودهوك عندك دولة بوليسية روح شوف لعدد الصحفيين اللي مسجونين روح شوف لعدد الاختيالات اللي جا يصيره بأربيل وكردستان بأربيل ودهوك ليش دائما أنت أبدا أبدا أنا جا يضرب مثال حقيقي سيد نجم دائما لكل أم تلتك الأقليم لا لأن عندك شيء بهذا الموضوع؟ أبدا لا والله أنا محب للشعب الكردي أنا كنت عندي عمل في إقليم كردستان أنا كان عندي فندق في إقليم كردستان يعني مستأجرة كاستثمار وكذا ويعتبر 2015 أبدا الشعب الكردي شعب طيب محبوب خير إذا يحبك يحبك بصدق ويخلص وياك هذا غير موضوع أنا جا أتكلم أنه أنت تريد نموذج نموذج أنت سألتني أكون نظام بوليسي نعم عندنا نظام بوليسي في كردستان في أربيل ودهوك والدليل أولا أنت الآن عندك من 2003 سمالي شغلة قبل من 2003 إلى الآن من هو رئيس أقليم كردستان طلع من بيت البرزاني واحد غير شكيل أمو بيت البرزاني طلع نتشرفان من رئاسة الوزراء صار رئيس الأقليم وصار مسرور رئيس الوزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر